ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري للتعليق على آخر مسجدات التظاهرات أستاذ نظير مرحبا بك حياتكم الله وأرحب أيضا عبر الهاتف من مال موعد التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصمعي داعي مرحب بك أستاذ لبيد أهلا أستاذ نظير أبدأ معك أستاذ نظير لجنة حقوق الإنسانيابية تقول أن القوات الحكومية تستهدف رؤوس المتظاهرين عمدا بينما رئيس الحكومة عبد المهدي يقول بأن القوات الحكومية في حال الدفاع كيف تعلق على ذلك؟ يعني أنا ما أرى أن هذا النظام مصر على أنه يستهدف المتظاهرين والإفخان في القتل عسى ولعل أن يفعل رد فعل عند الجماهير وتنسح بخوفا من هذا الاضطهاد لكن أنا أستغرب من هذا التصرف بالرغم أنه مرة بدأنا ندخل بنهاية الشهرين لهذه التظاهرات ولم يحدث للتظاهرات أي تراجع أو أي انتكاسة بل عكس تزداد الجماهير وتزداد عدد المنتفقين كلما زاد القتل والإفخان وهذا اللغة التي اعتادوا عليها أنهم يقولون عكس ما يفعلون ولغة النفاق التي تسوم كل تصريحات المسؤول العراقين بحيث يقول أن هذه القوات هي لحماية المشآت وكذلك حماية المتظاهرين بينما هي في حقيقة أمرها تذخن في قتل المتظاهرين وتذخن في قتل هؤلاء الشباب والصبية الذين يطالبون بحقوقهم ويحملون السلاح وإذا لا يوجد سلاح فيقتلهم بقنابل الدخان يعني هو إذخان في القتل واستمراء واستهتار بأرواح العراقين لكن أنا وجه خطابي لعادل عبد المهدي وزمرته جميعا بأن كلما زاد عدد الدماء التي تسقط وعدد المنتفضين الذين يسقطون شهداء هذا سيعجل بحفر قبورهم وسيعجل بانتقام الشعب منكم وتقديمكم إلى المحاكم والنيل جزاكم الذي يتسحقه ستبقى معنا أستاذ نظير ننتقل لضيفنا من ملمو الأستاذ لبيد سميدعي إذا كانت القوات الحكومية أساسا تهدف إلى حماية المنشآت العامة ومصالح الدولة كما تقول لماذا لم تحمي كذلك المواطنين المتظاهرين بكل سلمية وسهدفتهم بالسلاح الحي في رؤوسهم وصدورهم بسم الله الرحمن الرحيم أولاً داعاً بالقوات الأمنية بين القوات الأمنية وحساية الموجودات للناس لأنه ظهر بالنوت والصورة تم تصوير عمليات سطو على المحلات في منطقة السنك في رأس جسم السنك قامت القوات الأمنية بكسر محلات في منتصف الليل كسر المحلات الشارية وستولوا على موجود ذاتها أولاً القوات الأمنية حال وحال عصابت منطقة صدرائهم عبارة عن سراق واللصوص وترفوا على أساس على نفس النهج الذي ترفت عليه الصدر الحاكمة التي أفتت في البلاد ونهبت المال العام بالنسبة لهذه الواتف كما تفضل ضيفكم تسخنوا في قتل المتظاهرين ولا تتوانى عن إطلاق الطاصل حي على حوش وأجساد المتظاهرين العزل والسلميين النظام على ما أعتقد يهدف إلى دفع المتظاهرين من التحول للتحول من السلمية إلى المسلحة وأعتقد أن المتظاهرين وفيادات التظاهر والسنسيقيات أوعى أن ينزلقوا إلى تحويل المظاهرات المسلحة العبار على السلمية والصبر والمطاولة هي الكثيرة بإصلاح هذا النظام سأل نظير إذا تصاعدت في الأمن الأخير عمليات خطف الناشطين وتصفيتهم من قبل ميليشيات مدعومة من الحكومة لماذا لا تعلن الحكومة هذه الجهات؟ أنا أرى هذا النظام مواهم كثيراً هو يتوقع بأن عمليات خطف أو قتل للناشطين والبارزين المدونين الكتاب الصحفيين هو بهذه الطريقة سيجعل هذه الجماهير بدون قيادة وبالتالي من السهل التعامل معها وفضها ولا يدري بل نسي بأن هذه التظاهرات ليس لها قيادة ظاهرة الصبية والأطفال لديهم من الوعي ومن الأهداف التي يرفعوها موجودة عند الصحفيين والمدونين كلهم على رأي واحد أنت إذا قتلت صحفي وقتلت ناشط لن تغير في المعادلة شيء ولن تؤثر بما يريد المتظاهرين وما خرجوا من أجله هذا خطط قديمة سابقاً كانوا يعتقدون إذا قتلت القيادات فإن الباقيين سيصبحوا كالقطيع توجههم كيفما تشاء لكن هذا الوضع مختلف جداً بالانتفاضة العراقية الانتفاضة العراقية لو قتل منها المئات بل الآلاف ستبقى مصرة على الوصول إلى طريقها وهذه الميزة لم تكن موجودة في تظاهرات وانتفاضات سابقة في بلدان أخرى وهذا ما يميزها لذلك هذا النظام يحاول أن يضخن بالدماء يضخن بالقتل ويحاول أن ينتخب من الرموز والصحفين والمدونين عسى والعل أن يقلل من زخم هذه التظاهرات ويقلل من دفاعتها لكن هو واهم وهم شديد بهذا الإجراء نبقى في نفس هذه النقطة مع ضيفنا السادة لبيد إلى أي مدى تملك الحكومة أوراق أخرى غير التخويف والإرهاب وكذلك قمع المتظاهرين لمحاولة فنهم عن الاستمرار في تحقيق أهداف هذه الثورة نعم ربما سيلجأ النظام إلى إجراءات ترقيعية تبدو في الظاهرة أنها استجابة لمطالب التظاهرين على سبيل المثال ربما سيعلنون عن محاكمة الفاسدين ويبرزون عددا من الأسماء الفاسدين كأن يكونوا وزراء تابقين أو مسؤولين أو نواب في مجلس البرلمان ويحيطونهم إلى المحاكمة في تهمة الفاسد هذه من ناحية ثانية موضوع القانون للانتخابات تجرى عليه عمليات تجميل وترقيع وكذلك في محاولة لامتصاص أضب الكثير من المتظاهرين هذا من ناحية وقفة مسألة الترهيب هناك حاول الترهيب اليوم تناضح باسم القوات الأسكرية أو القوات السلحة عبد الكريم خلف قال حرف الواحد قال من يغلق مدرسة أو من يمنع الطلاب سهاب إلى المدرسة فسيحال بسهمة أربع إرهاب هذا هو الإرهاب حسنا أعرف مدى قسفة هذا إذن كلها سياسة تخويف حتى أن متظاهرين ومنظمات حقوقية أكدوا أن هذه السياسة سياسة تخويف تتبعها أو تديرها إيران هناك وثائق سرية مسربة من استخبارات الإيرانية تكشف عن الدور النافذ الإيراني في العراق كيف تبعت تشريب هذه الوثائق؟ طبعا هذه الوثائق اليوم أنا قرأتها صباحا وحقيقة لم أتفاجأ فيها ولم أرى فيها شيء جديد هذه الوثائق تثبت مدى عمق العلاقة التخادمية بين النظام العراقي والنظام الإيراني وعمق السيطرة للنظام الإيراني على ما يجري في العراق وما الجديد في ذلك؟ الجميع يعرف أن الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني مسيطر على العراق بكل تفاصيل سياسيا وعسكريا وفي كل الأشياء لكن الجديد في هذا الوثائق أنها ذكرت أسماء وذكرت حوادث لاجتماعات وخطط وإضافة إلى الجهد الاستخباراتي التي قامت به إيران على حساب الأمريكان ولكن هناك شيء في هذه الوثائق لفت انتباهي بأن الوثائق طبعا تم تسريبها لزيادة زخم كراهية العراقين لإيران لكن هو بنفس الوقت صلت الضوء على التخادم الأمريكي الإيراني في العراق الوثائق تثبت بأن إدارة أوباما كانت تغض النظر عن نشاطات المخابرات الإيرانية وكانت في أمور معينة تساعد المخابرات الإيرانية وبالتالي تعتبر هذه الوثائق المسربة هي فضيحة أمريكية بالتأكيد هي ربما تريدها عكس ما الآن نستنتج هي تريد أن تزيد كراهية العراقيين للإيرانيين لصراع ثمادينهم لكن هي بنفس الوقت تكشف مدى التخادم الذي حدث ما بين القوات الأمريكية وما بين النظام الإيراني على حساب الشعب العراقي نعود لضيفنا أستاذ لبيد سميدعي ونتحدث أيضا عن هذه الوثائق إلى أي مدى كشفت تكامل في الدورين الأمريكي والإيراني بالعراق هذه الوثائق بالمناسبة هي الذي قرأناه من هذه الوثائق هو يمثل فقط المانشيطات بساطة التقرير لكن تداعيات هذه الوثائق كبيرة وتنتظر في قريب العاجب في ظهور فظائق سوية ستظهر الوثائق معددة بصور وبأفلام فتو وبأزما وكل هذه التحركات هي مصورة ما تردت في الثاني اليوم هو بالحقيقة هو القشرة القشرة الفضيحة جوهر الفضيحة ومحتوياتها ستكون مدوية وتداعياتها كبيرة وتتعرض إيران كتاءة الدولية لأنها تتجاوز على السيادة الوطنية ليس فقط العراق دور المجاورة الفصرة العراق على سبيل المثال مسألة امداد قوات بشار الأسد سلاح عبر المرور بالأجوال العراقية بدون علم القوات السيكية والتفتيج الذي كان يزعم أوباما أنه يجرى على هذه الطائرات هذه فضيحة كبيرة بالحقيقة بالنسبة للتخادم بين القوات بين المخابرات الإيرانية والمخابرات الأمريكية كان واضح حقيقة من خلال استخدام هم لا المخابرات المركزية الأمريكية استخدامهم كجوات أيضا وزارة الطلاعات كذلك لمخابرات حرص ثوري الإيران كل المخبرين الذين عاملوا لصالح المخابرات المركزية الإيرانية تقريبا عملوا أيضا في النهاية المخبرين لصالح ويتجسسون على العراق ثلاثة التقرير بالحقيقة بدون هذا التقرير بأن النقاش الضيماني كان في الحق وما يزال في الحق الفعلي للعراق وأن الحكومة العراقية والقادة قادة الأحزاب وستائل وزارات والوزراء ما هم إلا مخبرين ورخاص عملاء لبلدهم إقم معنا أستاذ لبيد السمين دعي لو سماحت أستاذ نظير لو توقفنا قليلا عندما جاء في هذه الوثائق من معلومات إلى أي مدى ترى أن إيران حاولت تستفيد بشكل أو بصورة أكبر من هذه أو من الثغرات التي موجودة أصلا في المشروع الأمريكي لصالحها وبالتالي ازدياد نفوذها بالعراق يعني نحن نعلم جميعا بأن المشروع الأمريكي لم يكن لديه وجهة نظر أو خطة مستقبلية لما بعد انهيار النظام العراق السابق لا إنما كانت الأمور ضبابية ولم تكن واضحة جدا ولا لديها فكرة واضحة عن طبيعة الشعب العراقي وما هي طموحات وما يتأمل لذلك هي وقعت في ورطة كبيرة إضافة إلى المقاومة العراقية التي ابتدأت مبكرا وجعلت القوات الأمريكية وكأنما في ورطة حقيقية لذلك كانت مرحبة بالطوق النجاة الذي رموه الإيرانيين لمساعدة الأمريكان للخلاص من هذه الورطة ومن خلال هذه الثغرة امتد النفوذ الإيراني وأصبح متغول في العراق يعني عسكريا وسياسيا بل إنهم كانوا يدعمون تنظيمات إرهابية كالقاعدة ثم داعش لإحراج القوات الأمريكية ومن ثم تكون القوات الأمريكية أكثر انفتاحا للنفوذ الإيراني وللميليشيات المرتبطة بكيها وبالتالي سيطروا على الحياة السياسية وسيطروا على الأجهزة الأمنية والعسكرية وصلنا إلى حالة بأن الاحتلال الأمريكي لم يخرج من العراق بشيء إنما الكعكة كلها أكلها النظام الإيراني نعم كان هناك غباء وأخطاء استراتيجية أمريكية استفادة منها النظام الإيراني بفائدة كبيرة جدا شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي أستاذ نظير الكندوري شكرا مصول كذلك لعضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي ضيفنا عبر الحاتف من ملمو شكرا